بعد ما نستبعد الأشياء اللي ذكرناها لو تأكدنا النماهم موجودة نجي لوضع الخطة الخطة لها ثلاثة شروط لا بد منها أولا أن تكون خطة ميسرة وغير صارمة فيها اللي ممكن أنت يعني ما تلوم نفسك لو سبحان الله أخفقت في شيء أو نقص شيء فإذا عدم لوم النفس تشجيع النفس بالإنجاز حتى لو قليل ما تقول أنا المفروض أسوي عشر أشياء وما سويت إلا خمسة حمد رب الحمد لله سويت حاجة إذا نقلل الأهداف ونشجع الإنجاز حتى لو ما سويت إلا حاجة واحدة حتى لو ما سويت إلا ربع حاجة برضو ننظر لها بالنظرة الإيجابية وإنك أنجزت شيء هذه مهمة أن لا تجلد النفس لا تجلد النفس وذكرنا الشرط الثالث اللي هي مرونة في التنفيذ إذن الشروط مرونة في التنفيذ عدم لوم النفس وثالثا أن نشجع ما ننجز حتى لو هو قليل لأن القليل حيكثر هذه هي الشروط طيب مكونات الخطة تتكون من ستة أشياء رسمية رئيسية عمل النفس بينك وبين خالقك هو من خالق هذا الكون وهذا خالق هذا الآن أي صناعة يقول لك مياد إن شاينة ولا مياد إن جيرماني أو ذا الكتالوج من اللي يكتبه هو صاحب المصنع لكن نفسك أنت من اللي خلقها هو الله سبحانه وتعالى إذن الكتالوج اللي الله سبحانه وتعالى أوجدنا له فيجب عمل خلال هذاك الكتالوج ثانيا إدخال النف الفرح على الآخرين أنت تبغى تكون فرحان ومبسوط طيب ما أدخل الفرح أو أعمل على إدخال الفرح على الآخرين ثالثا تفكير إيجابي واسترخاء تفكير إيجابي مهم جدا نشاط بدني واسترخاء غذاء صحي وتحكم في الأمراض إذا فيه أمراض مزمنة نحن أخذها بالتفصيل إن شاء الله عمل للنفس الأشياء الواجبات تكلمنا عنه وهذه شيء ليس المقام للخوض فيه ولكنها مهمة جدا عمل ما أمر الله به سبحانه وتعالى ولكن من النصايح كراءة ورد من القرآن ولو قليل من محافظة عليه بقدر ما يمكن ولا نلوم أنفسنا لو أنت انشغلت في يوم أو سبحان الله ما تمكنت برضو ما تلوم نفسك فيه لكن بقدر ما نستطيع أنه يكون شيء حتى يكون محبب للنفس وليس مكروب وجد أنه صلاة الضحة سبحان الله قليل من يحافظ عليه لكن الناس اللي محافظين على صلاة الضحة نجد عندهم سعادة وراحة فإذن لا يمنع إن وجد وتمكنت سواء في العمل أو في البيت إن عملتها فهذا خير وبركة الصيام وما أدراك ما الصيام الصيام الآن أصبح الله سبحانه وتعالى خلقه لهذا الجسد اللي الله سبحانه وتعالى خلقه وهو يعلم ما معنى الصيام الصيام موجد الآن علمياً إنه يرفع مواد السعادة يرفع مضاد للاكتئاب يبطي الشيخوخة بتنشيط الخلايا اللي موجودة في الجسم يحفز المناعة يساعد في رفع نسبة بنسبة هائلة للهرمونات السعادة إذن الصيام فلنجعل لأنفسنا لو يوم واحد في الشهر أو ألقى بما أحبب الله لنا من صيام عرفة من الست من عاشرة من أشياء تطوعية تكون يعني مريحة للنفس فما بالك لما نقول خميس وجمعة لما نقول ثلاثة البيض لما نقول فهي تدرج على ما يفرح النفس وظروف وكل شخص ظروف ومختلفة نجعلها لله سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت برضو أعرف أنه الله سبحانه وتعالى ليس حتى يحرمك من الأكل والشرب ولكن حتى يمد جسمك بأشياء محتاجها ويقوي مناعتك يقوي خلاياك يزيد نسبة السعادة في هذا الجزء الأول الجزء الثاني من الخطة نسعى لإدخال الفرح للآخرين يا أخي ديننا كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي أخاه المسلم بما يحبه الله ليسره يعني ليفرحه إيش النتيجة ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة يعني تسر أخوك تدخل عليه الفرح الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حيدخل عليك الفرح ما تدري كيف قال والله لأنك انت فرحت فلان في الدنيا فما بالك إذا الله سبحانه وتعالى يعني أكرمك أنك تكون مسؤول أو تحت إدارتك ناس وتدخل عليهم الفرحة ولو بالكلمة فإذا إدخال الفرحة تهادوا تحابوا شوف كيف ديننا دين فرح وسرور ودعم وليس تعقيد و 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 إلى الله أنفعهم للناس هذه لو فقط هذا الحديث كان تنفع الناس بكلمة بإعانة بشيء حتى ولو كان بسيط هذا أعرف أنك أنفع الناس عند الله سبحانه وتعالى التفكير إذن التفكير الإيجابي هذه جزئية الكثير مننا وهو في العافية ما يتذكر شيء يمكن نقضي في صحة وعافية أربعين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة ما نذكر أي حاجة من ناحية لما نمرض ساعتها نبدأ طيب ما كنت الحمد لله بصحة وعافية سنين ألا تذكر هذه أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وربما الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت حب أن يزود درجاتك فاعتبر ما يصيبك هو قدر من الله سبحانه وتعالى لرفع مكانتك عند الله سبحانه وتعالى ولو رأينا الكوب الماء اللي هو مليان إلى النص أول ما ينظر المتشائم يقول لك والله باقي نص ما هم مليان لكن المتفائل يقول لك والله عندي موني الحمد لله موجودة إلى نص الكاسة فنصيحتي انظر للشيء اللي موجود ولا تنظر للشيء اللي ما هم موجود واحد ساكن في شقة يقول لك الله لو عندي فلة طيب شوف اللي ما عنده شقة يقول الحمد لله عندي بيت على قليل يغطين واحد راكب سيارة صغيرة يقول لك الله لو عندي سيارة موديل مدني إيش غيرك ماشي على باي سيكل ولا على سيارة قبل ما يوصل العمل يدفها مرتين أو ثلاثة أو يسوي لها اشتراك مرتين أو ثلاثة إذن انظر للشيء اللي موجود وقول الحمد لله توقف عن الحديث السلبي مع النفس ومن سمات الشخصية بني آدم إنها يا متفائل يا متشاعب فاحرص أن تكون متفائل وإذا كنت متشائم فتعلم كيف تكون متفائل ودائما الناس اللي هما ينظرون يفكروا بنظرة تشاؤمية دائما يلوم نفسه أنا مقصر أنا ما سويت دائما يلوم نفسه وللأسف يحرق نفسه بنفسه يحرق نفسه بنفسه هل التفكير الإيجابي ممكن نتعلمه؟ نعم ممكن نتعلم التفكير الإيجابي في ناس يقول لك يا أخي أنا هذي طبيعتي طيب يا أخي تعلم أنت أول قبل ما تسوق السيارة ما كنت عرفت تسوق السيارة تعلمت كيف تسوق السيارة اللي ما يعرف يسبح يتعلم السباحة عشان يقدر يسبح إذن برضو التفكير الإيجابي ممكن أن تتعلمه وليس في يوم وليل حدد نفسيتك وكيف تفكيرك حدد النقاط اللي أنت سلبي فيها هذه واحد كن منفتحا للمزح للسعادة للابتسامة مش تجي كده مغبش ووجهك ما شاء الله كأنه أحد ضربك على وجهك لما تقابل الناس امزح اضحك ابتسم ابتسامتك في وجه أخيك صدق شوف الدين شوف ديننا فإذن الابتسامة دائما صاحب الأشخاص الإيجابيين ابعد عن الأشخاص المتشائمين المتشائم دائما والله عندنا نقص وعندنا والأسعار وعندنا وعندنا وينظر للجانب السلبي ولا ينظر للجانب الإيجابي فنصيحة ابعد عن الأشخاص اللي سلبيين لأنهم حيسلبوك ساعاتك إذن الصاحب السلبي حيسلبك ساعاتك خلك متفائل جرب الحديث مع النفس بإيجابية وليس بسلبية كل رفيقا بنفسك وشجعها متعودين نلوم أنفسنا نبغى الناس هم يشجعوننا نبغى الناس يمدحوننا عشان نمدح أنفسنا يا أخي لا أحد يمدح يمدح نفسك يمدح نفسك قول الحمد لله أنا كنت منتصت صرت الثانوية الحمد لله غيري ما أخذ الثانوية الحمد لله وصلت خرجت من الجامعة قول اللهم لك الحمد يا سلام أنا عندي بيت الحمد لله عندك بيت زوجت اللهم لك الحمد عندك أطفاء إذن شجع نفسك بنفسك وصيبك من كلام الآخر الأنبياء ما سلموا من كلام البني آدم الأنبياء تكلموا في الأنبياء تكلموا في الصحابة تكلموا في منهم خير مننا فحضرتك ما حيتكلموا فيه الله سبحانه وتعالى ما سلم منهم الله سبحانه وتعالى ما سلم منهم اللي يقول إنه مدري إيش واللي يحولوا إلى مدري فين فما بالي أنا وإنت هنزعل إلى واحدة أنت قدنا وقال والله فلان ولا فلان فيه ولا فيه خلص هذه وجهة نظره هو وليست وجهة وليست هذه الحقيقة مش الشرط يكون حقيقة قال لك محبي بنصيحة وموجودة فيك في هذه الصفات مثلا أسألة تحسينها إذا تقدر وليس تحرق نفسك إنه والله قابلت وقال لي وقال لي أو كيف فإذن النظرة إلي جاء ولا تتوقع أنه في يوم وليلة حتكون متفاعل طيب ماذا أعمل كيف أسوي تبدل الكلمات وهذه فعلا كان عندي مريضة وقالت قلت لها إيش سوي قلت أنا رحت أسوي رياضة عشان أقدر أنام ما أنت خلقتي الضغط النفسي قبل ما يكون غير العبارة أنه والله بطلع أتمشى أو بطلع أسوي رياضة عشان أرتاح عشان أسترخي عشان أرجع وأنا مرتاحة رغم أن هي هي الهدف واحد لكن شوف الفرق بين أني والله بروح أسوي رياضة عشان أنام ما حتنام أنا أقول لك يا ما حتنامي لكن لما تقول والله أنا بروح أسوي رياضة عشان أرتاح وأجي أريلاكس وأقدر إن شاء الله وأنا مسترخي ومرتاحة هتحصل نفسك دخلت في نوم من أحلى ما يكون إذن هي تغيير العبارات لم أفعل ذلك أبدا طيب ما نقول لا هذه فرصة إني أجدد فرصة إني أطور من نفسي واحد يقول لك أمر معقد والغاية ما أقدر أحلو يا أخي هذه فرصة إني أبتكر شيء ما عندي موارد ولا عندي استطاع أني أسوي هذه في الحاجة والاختراع أبحث كيف أنا أقدر أسويه ما حدي تواصل معي ما حدي تواصل معي طيب ما أنت خلني أتواصل مع الناس هذا مشغول وهذا مشغول خليني أنا اللي أبادر وأتواصل مع الناس فهمتوا عليا زي ما أنت تبغى أنك تتواصل مع الناس أن الناس يتواصلوا معك إذن الناس برضو حيسعدوا إذا أنت تواصلت معهم فلا يمنع طيب شيء ثاني يقول لك والله أنا أعاني من ضيق الحال والنقص بالدين وعلى آخرين لكن كما الله سبحانه وتعالى أعطاك من نعم تقدر تمشي على رجولك الآخرين ما يقدر يمشون على رجوله ما أعطيك صحة النظر بعضهم ما يقدر لا يشوف ولا يسمح إذن إذا نقص عليك شيء فعندك شيء إيجابية تممكن تفكر فيها أن الله سبحانه وتعالى أبتلاك بمرض أبتلاني عشان يرفع من درجتي ويشوف أنا راضي لن تصل بالابتلاع ما أبتلي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حربوه الناس ورموه وكذبوه قالوا ساحر وقالوا 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 وسيدنا أيوب وغيرهم من الأنبياء ومع ذلك ينظر للجانب الإيجابي والله سبحانه وتعالى سوف يكرمك إذا ما هو اليوم فغدا وكلها مسجلة لك في حسنتك إذن هذا الجانب إدخال السرور على الآخرين الجزء الثالث هو النشاط الرياضي البدني اعملوا دائما في ديننا واعملوا إذن إيش النشاط الرياضي يا أخي نحلان نطالبك بدخول في نادي رياضي ولا مسابقات رياضية ولا تلبس اللبس الرياضي وتسوي نفسك إنك يعني أحد المشي امشي حاول إنك تمشي أقل شيء ثلاثين دقيقة كثرت فخير وبركة طيب مع شرب الماء وخاصة في الأيام الحارة هذه ننصح بشرب الماء بكميات أكثر وأكثر إذن المشي المستمر يا أخي ما تقدر تتواصل بثلاثين دقيقة أو أكثر قسمها عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق ولأنه الأفضل إنه نزود عن النص ساعة حتى يحترك الشي المهم لا تعمل رياضة عشان والله عشان ينقص وزني يخي ذبحنا بهذه الفكرة والله أنا أبغاء أنزل وزني لازم أسوي رياضة خلي الوزنك على جنب الله يرضى عليك خليك في الرياضة والأكل الصحي وكل شيء هيزبط معك وتلقى يحط عنده ميزان وكل يقوم لك نقصت مدري إيش ونقصت أعمل وزي ما قلنا سابقا العمل عليك أما النتاج هو الله سبحانه وتعالى إذن نعمل وتجد في ناس متان ما شاء الله تبارك الله وتلقاهم صحة وسلامة وتلقى ناس حافين وتلقاهم حالته مش هذه دعوة للمتب لكن للنظرة الإيجابية إنه مطلوب إني أعمل أزبط أكلي والباكة على الله سبحانه وتعالى إذن الرياضة ماذا تعمل الرياضة تدخل الفرح والارتياح على الشخص ومن يمارس الرياضة باستمرار حيتذكر كلامه حتى إنه لو مر عليه يومين ثلاثة ما ماشى يحس إنه كانوا في شي ناقسه إذن المشي ترفع الهرمونات السعادة وتقلل الكورتيزون اللي يقولنا عليه كثيرا وأجعل نمط يعني لا يقل عن ثلاثين دقيقة وإن كثرت يكون أفضل ما جلت تحاول تقسمها والرياضة تفيد في المزاج وتقليل الاسترخاوة ما أدراك ما الاسترخاوة هذا فن قليل مننا من يمارسه راب منه وبسيط وسهل ولو دخلت اليوتيوب حتجد كثير من الوسائل أفضل الوسائل أو من أسهل الوسائل هو الاستنشاء بعمق الزفير والشحيق تاخذ نفس بعمق حتى أنه منطقة البطن تبرس الصدر يتسع وتعد من واحد إلى خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم تطلع ببطء وتعد ثاني مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تكررها تجد أنك فيه ارتياح كمية الأكسجين أنعشة الجسد تكرر هذه الاسترخاوة بطريقة التنفس العميق هذه حتى أنت في المكتب في البيت في السيارة في أي مكان تقدر تعمل هذه وليست صعبة الاسترخاوة الآخر هو الاسترخاوة الذهن الذهني تستلقي وتغمض عينيك وتفكر كذا في نفسك أنك والله بدل من أنت في هذا الحر وفي هذه الرطوبة تفكر نفسك أنك ما شاء الله على جو شاطي جميل ومكاني تحبه نفسك وتتخيل هذه المناظر الطيبة وتعيش لحظاتك وانت مسترخي مش جالس تفكر في الكلام اللي يقول لك وماذا بسوي بكرة هو أنت بتعرف أنت بتعيش البكرة ولا لا إذن الاسترخاء عن طريق الاسترخاء الذهني من الفن اللي نحاول أنه نسره هذه أمرهات بسيطة الحمد لله سواء أنك استرخيط بالتنفس أو الذهني هذه سهلة جدا أنك تعملها حتى ولو أنت على مكتبك أو في سيارتك أو في بيتك أو في بره نجعل من برضو الناس اللي يقدروا عملية التدليق المساج هذه برضو أعطت نوع بس أنها تكون من نوع الريلاكسيشن بما حلو الله سبحانه وتعالى ثم في الجلوس مع الأهل مع الأقارب الجلوس حتى ولو أنت بتشوف برنامج تلفزوني فأجعلها لحظة استرخاء رحة ارتياح مش تشاهد والله ضيعت وقتي والله عندي ورايا شغلانة ودي عندي أبغى أسوي بس خليني أخلص هذا الفيلم ولا أخلص هذا أنت لا استفدت من هذه ولا سويت هذه فإذا الاسترخاء الجلسة حتى لو مع الجلسة مع الزملاء بالسول معهم والله ضيعوا وقتي خلها نوع من الاسترخاء اللي يعود على جسمك بالفائدة هذا الجزء الثالث ندخل إلى جزء الغذاء وما أدراك ما جزء الغذاء أنا لست مختصا في التغذية حتى لا يزعلوا منا أخواننا المختصين في التغذية وإنما وجهة نظر كطبيب أسرة ومهتم بالرعاية النفسية الأولية الغذاء هو أساس من أساسات بناء الصحة لن أتكلم ما هو الغذاء المناسب وما هو الغذاء الصحي أنا أقول لك ابعد عن الغذاء السيء ما وعش على ما خلق الله وأوجده لك بدون تغيير ما هو الله سبحانه وتعالى أوجد لك مثلا ندخل في أولا الزيوت الله سبحانه وتعالى خلق لك زيت السمسم وزيت الزيتون وخلق لك الشحم نحن للأسف تعرفوا من فترة كل شيء فيه شحم والآن تراجعت الحمد لله القوانين والنظمة على أنه ما أحل الله لن يكون فيه حراما مع الاعتدال مع الاعتدال ومع الرياضة إذن الشحم الطبيعي خاصة من الحيوانات اللي تسرح وتأكل من الطبيعة مش كمان فيه حيوانات للأسف محصورة في الشبوك وتأكل أكل غير صحي غير طبيعي غير طبيعي ونقول أن لحمها وشحمها مفيد هذه برضو من الأشياء للأسف فأنصح يعني أنك إذا أنت بتشتري أو بتاخد فيحرص على شيء يأتي من الطبيعة بقدر ما نستطيع وهنيئا لأهل المزارع وأهل البادية بما الله أعطاهم وبارك له إذن هذه هي واحدة بمخص الزيوت الله سبحانه وتعالى ما خلق لك زيت ذرة مصنعة وين هذه الذرة اللي غطت العالم كله وزيت عباد الشمت وزيت مدري وين كلها مواد كيماوية ملطخة ومضاف لها مواد كيماوية أهلكت الجسد وأهلكت الجسم ما تستطيع عن تلك الزيوت وأستخدم ما أحل اللهم أوجدوا لك من الطبيعة زيت الزيتون الحمد لله أصبحنا في المملكة من مصدرين الزيت الزيتون الحمد لله الجوف ونشيد بالناس اللي هم في الجوف ويعني الحريصين على زيادة الرقعة الزراعية لأشجار الزيتون وبارك الله فيهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وينفع بهم ويفيدوا بهم وأتمنى أن المناطق الأخرى اللي في المملكة جوها مناسب وملائم ومقارب للجوف أن يحذوا حذوه المعجنات والمخبوزات وسندويشات والأشياء اللي هي موجودة مصنوعة للأسف من الدقيق الأبيض ونجيه ما هو الدقيق الأبيض هذه الأشياء اللي نقول نبتعد عنها بقدر ما نستطيع ويستبدل عندنا الحمد لله مطاحن ما في مدينة عندنا في المملكة إلا فيها مطاحن بأنواع الحبوب البر الشعير الذرة مر يا أخي خذ كم كيلو يطحنوا أمامك وعملوا في بيتك صلى الله وبرك اعمل منه معجنات اعمل منه كيكات اعمل منه خبز اعمل منه اللي تعمل منه هذه من الأشياء اللي تحافظ على صحتنا وتحافظ على نفسيتنا من أحسن ما يكون ابتعد عن المشروبات الغازية المصنعة ندومي مدري إيش أكلات أنت ما تعرف حتى فين صنعوها وإيش صنعوها بإيش صنعوها هذه من الأشياء اللي تؤثر على العناصر اللي موجودة في الجسد وتكون خلينا نتكلم بسيط عن السكر الأبيض وما هو السكر الأبيض الطبيعي الحقيقي وأنا من اللي زار مصانع بعض مصانع السكر اللي يطلع من الشمندر الطبيعي وجدنا هذا هو بالقوالب قالب قاسي هذا السكر الطبيعي يضاف ليه مواد كيماوية حتى تحببوا وطلعوا زي ما أنت شايف ناعم وخشن شوية هذه مواد كيماوية وضيفت فيه أنا لست مختصة فيها لكن إيش المواد هذه الكيماوية اللي أهلكت الصحة فإذا السكر بقدر ما نستطيع وجدنا الطبيعي خير وبركة ما وجدنا وأنا أعرف أنه من الأشياء الصعبة لكن فيه العسل الطبيعي فيه حاجة ممكن نتعود نعود أنفسنا على أن نشرب الشاهي بدون سكر وترى ماهو صعب في البداية هتحصل نفسك فيه صعوبة لكن التعود هيخليك تكره أنك تشرب الشاهي وفيه سكر الأكلات الضفة على السكر الملح الملح الطبيعي هو اللي يستخرج من صخري أو من البحر ويكون صلب الحمد لله موجود في أسواك أنا ورخيص الكيسة كلها بثلاثة ريال تكفيك فترة وسيبك من السكر اللي يقول لك الملح اللي رش وخفيف هذه كلها برضو مضاف عليه مواد حتى يكون بهذه الصورة فإذا نبعد من بيوتنا السكر المصنع والرز عفوا الملح المعلب ونستبدله بالأشياء الطبيعية الملح الحمد لله متوفر ما أحد يقدر يقول لك ما في ملح طبيعي موجود في كل قرية وكل مدينة السكر هو اللي نحاول أنه يكون له بدائل أو حتى بدون سكر الدقيق فيه أبيض والدقيق مبيض حتستغربوا أني أتكلم في هذه الأشياء لكن يا جماعة الخير لا يمكن تبني وفي شيء يهدم في البيت الدقيق الأبيض نوعين نوع أنك تروح للمطحن تقول شيء لأنه خالة منه وهذا طب دقيق ما نقول فيه ضرر ما فيه ضرر لكنه الفوائد اللي كانت في النخالة راحت لكن المصيبة في الدقيق الثاني اللي هو الدقيق المبيض الدقيق المبيض اللي هو المعلم ويجايق من برة ومحسنات ومقبلات عشان يطلع عجين ويطلع يصلح منه كروسون ويصلح منه معجنات ويصلح منه هذا مضاف عليه مواد هي الإشكالية فيها فإذا نبعد عن هذا النوعين وجدوا أنه الدقيق الأبيض والسكر الأبيض يزيد من تكدس الدهنيات خاصة في منطقة البطن ويؤثر على الكبد والكبد الدهني ويؤثر على إفراز الإنسلين ويؤثر على مناعة الجسد يؤثر على مقاومة يخلق كمقاومة للإنسلين كل الإنسلين موجود لكن غير فعال فإذا نبعد عن هذه فيتام النقطة الأخيرة هي كيف نتعامل مع الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة إذا أصيب أحدنا بمرض مزمن فلابد أولا نستبعد ما ذكرناه من ضغوط نفسية وقلق وكتاب هذا قبل ما ندخل في زيادة الجرعة أو نقص الجرعة وإذا وجدت طبيبك مهتم فقط أنه يزود لك الجرعة فنصيح أذكره وقل له يا دكتور هل أنا ممكن يكون عندي قلق أو كتاب أو لا هذه يعني مهمة جدا جدا أنه قبل ما نزود الجرعة نجد نحول لهذا لديه ضغط وأنا من المرضى اللي شفناهم بعداد كبيرة يكون غير متحكم فيه لما نجي نسأله عن نوم ويقول لك والله مثل خبط نجد عنده اكتئاب أو قلق نعالج الاكتئاب والقلق نجد أن الجرعة بدت تنزل 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 إلى أقل درجة ممكن وبعض المرضى في الأمراض المزمنة أوقفنا العلاج له ليه لأنه الكورتزون والأدلينة اللي كان يتعارض مع عمل الجسم راح وأستقر إلى مستوى الطبيعي فإذن هذه النقطة مهمة جدا مع الالتزام بالمشي والغذاء وانسا أذكر نفسي وأذكركم بأنه لابد من لإسعاد أنفسنا الشيء لله سبحانه وتعالى نعمله لأنفسنا إدخال الفرح على الآخرين وإسعادهم تفكير الإيجابي النشاط البدني والاسترخاء الغذاء الصحي اللي يستبعد منه الأشياء الفاسدة اللي تمرض الجسد وأخيرا لابد إذا أنت وصبت بمرض عضوي فلابد الوصول إلى التحكم إذا ما وصل إلى التحكم معناته أنه فيه تعب نفسي لابد أن يعالج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم الفرح والسرور وأذكر بقناة التوعية النفسية الدكتور عبد الله الخثعمي في اليوتيوب فيها مواضيع نتمنى أن ينفع الله بها نأمل مشاركة فيها ولكل جديد ليصل بنا وبكم الحال إلى الخير بفضل الله وقدرته ونشكر ختاما قسم التوعية الصحية في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لجهودهم واستضافتهم ونشاطهم نتمنى لهم الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا